متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة Manus.im Manus هو عبارة عن منافس قوي لجينس فارك AI تقريبا هما الاثنين كل يوم في منافسة شديدة وكل يوم في تحديث جديد لو حابب تعرف أكتر عن Manus AI وجينس فارك AI وأحدث تحديثاتهم تقدر أنت تابعنا على قناة InfoTek4You ولكن نهارده حبيت أن أشارك معاكم في Manus بعض القدرات اللي ممكن أنت تستخدمها وتستفيد بها بشكل يومي ليه؟ لأن Manus بيديك كل يوم 300 نقطة تقدر تستخدمهم ولما بتسجل أول مرة بيديك ألف نقطة لتجربة هذا الموقع Manus AI هو كذا كأسطناعي طبعا ممتاز جدا عمل حاجة جميلة جدا هو كشات تقدر تستخدمه كل يوم بشكل مجاني زي ما أنت عايز تسأله ويجاوب عليك بيديك Fast Answers لكن بالنسبة استخدامه كأيجنت بتستهلك 300 نقطة اللي موجودين اللي أنت بتاخدهم كل يوم وفيه حاجات مش موجودة غير في الخطة المدفوعة ومنها Create Video يعني Create Video للأسف الشديد هتكون موجودة في الخطة المدفوعة نحن نهارده هنختبر ايه؟ نهارده هنختبر Create Slides Create Image Create Webpage عشان تشوف النتيجة الخارجة من Manus عاملة ازاي؟ أول حاجة أغلبكم بتحبوها وهي Create Slides هنا أنا هبتدي أقوله اعمل لي Slides مناء على BDF أنا هرفعه لك فهنا هبتدي أروح أرفع BDF بتاعي زي ما كنا بنعمل مع جين سبارك بالزبط هنا أنا رفعت له BDF أقولت له أعمل لي Visualize the Slides وممكن كمان ما اكتبلوش خالص أي حاجة وخلهولي Colorful وSuitable Fonts استخدم الفونت طيب مثلاً اللي هو خاص بالخط المناسب والصور المناسبة وبعد كده هبتدي أن أنا أدوز Send ونشوف النتيجة Manus AI بياخد وقت شوية عن جين سبارك خطواته شوية متأنية أكثر على رغم أن جين سبارك AI أنا بحبه أكتر في إنشاء المحتوى العربي ولكن الاتنين كويسين طمعاً في الاستخدام وزي ما قلتلك بيدوك الاتنين نقاط مجانية جين سبارك بيديك 200 ومانوس يعني أعلى عليه شوية وبقى 300 نقطة أو 300 credits بشكل يومي هنا مانوس بيستخدم الكمبيوتر بتاعه بيوريك الخطوات اللي حتم أول حاجة بيبتدي Analyze the Document بياخد وقته شوية وبعدين هيبتدي Create a presentation وبعد كده هيبتدي يعني يبتدي يجمع الصور المناسبة للمحتوى اللي موجود داخل البرزنتيشن هيبتدي بقى يشتغل على البرزنتيشن ويحط الألوان الخاصة بالدزاين وبعدين يعمل Create a slide وفي الآخر خالص يبتدي يقدم لك البرزنتيشن بتاعك هنرجع لك مرة تانية بعد ما يخلص البرزنتيشن ونشوف النتيجة بتاعته هتكون عاملة إزاي تم الانتهاء من البروجيكت اللي طلبتوا منه لو رحنا هنا بصينا على البرزنتيشن اللي تم إنشاءها هدوس عليها زي ما انتو شايفين دي اللي سلايتز تأثير الذكية الاصطناعي على وظائف زيادة البطالة استخدم الألوان استخدم الصور المتعلقة بالمحتوى الموجود جوه التوقعات المستقبلية حتى عام 2023 طبعا هنا كمان الجميل إن انت تقدر مثلا تروح هنا تعمل Edit يعني لو روحت على Edit تقدر ان انت تروح تعمل Edit على البرزنتيشن فانت هنا في Edit Mode فتقدر تروح تعدل في اللي انت عايزه وأنا أفضل إن أنا أعمل Exit Edit وأنزله كBPTX أو PDF أو أحوله لجوجل سلايتز وأعدله على الباوربوينت لو حبه ممكن تسايفه على OneDrive ممكن أيضا تسايفه على جوجل درايف وزي ما انت شايف كده اللي سلايتز شكلها حل ومتناسبة زي ما قلت لك الصور مع المحتوى وهكذا هنا بيبان كل الفايلز اللي استخدمت في عمل اللي سلايتز دي تعالا نشوف بقى تسك تاني هروح أعمل New Task وابتدي هنا أكتب أنا عايزة إيه هنا أنا هروح أبتدي أقوله أعمل لي Image أبتدي أحط الوصف بتاع السين أو ال Image وحبتدي أدوس Enter هنا هو شغال على البروستس زي ما احنا شايفين أنشاء الصورة وحيبتدي دهالي يعمل لي Deliver للصورة موضوع مش هيخد وقت لإننا طلبت منه عمل صورة واحدة خلص التاسك بيحمل الصورة وادي الصورة جاهزة زي ما احنا شايفين الصورة دي كنت جربت إن أنا أولدها أو نفس الوصف ده باستخدام Dream Lab في Canva أنا شايفة أن Manus النموذج اللي استخدمه في إنشاء الصورة كان ممتاز جداً ودي النتيجة وبعد كده بتبتدي تحمل الصورة بتاعتك على الجهاز بتاعك أو تعمل Save Image As تعالي بقى نشوف تلت حاجة وهو إنشاء Web Site وحستخدم أمر بسيط جداً لإنشاء Web Site عشان ما ياخدش مننا وقت وحقول له Create Web Page وهنا بقول له Write a code for ToDo List Web App يعمل لي ToDo List باستخدام HTML والCSS والJavaScript والApp should allow users إن هما يديفوا تاسك ويعملوا Delete للتاسك وحبتدي إن أنا أدوس Enter تم الانتهاء من عمل الموقع بيعمله تيست خلص التيست عايز يعمله نشر فهنا بيسألني بيقول لي هل تسمحي المانس إن هو يعمل نشر الweb site publicly هقول له اللاو ما عنديش مشكلة إطلاقاً وحبتدي أستنى لحد ما يخلص الموضوع النشر ده آخر خطوة معايا دلوقتي وحنشوف final result أو النتيجة النهائية تم الانتهاء من الموقع اتعمله deployment وده URL بتاعه وهو publicly موجود هبتدي أدوس visit عشان أشوف الweb page بتاعتي يعني هو مش موقع موقع web page يعني هنا my to do list هتبتدي هنا تدخل welcome to your to do list تقدر تعمل delete هسميه task one مثلاً ممكن تكتب أنت أي حاجة هتعمل add task هتبتدي تدي في التسك التاني مثلاً وتكتب أنا بس بكتب task one و task two عشان أوريك وطلبت منه كمان إن أنا في إمكانية أعمل delete تقدر تعمل delete وده الشكلة فيه edit mode موجود عندك edit mode تقدر تعمل edit وفيه preview mode موجود عندك تحت وزي ما قلت لك هو كده public موجود على الانترنت تقدر تدي URL ده لأي حد ويشوفه ممكن تعمل publish to community لو انت حابب ان انت تتطوع ومشاركته عبر community وكمان لو انت عايز الملفات الHTML والCSS والJavaScript هتلاقيها موجودة عندك وهنا بتبص على كل الملفات اللي اتنفذ بها هذا التسك طبعاً إحنا شايفين إن هو بيقدم لك الخطوات اللي هو عملها الأول عمل HTML بعدين دخل على CSS styling لصفحة HTML وبعد كده اشتغل على JavaScript بعد كده عمل test للأب وفي الآخر عملية وفي الآخر عملية النشر ده بمنتهى البساطة capability أو قدرات Manus AI هرجع أقول لك مرة أخرى Manus انت ليك 300 نقطة مجانية ودلوقتي الشات اللي هو تسأله سؤال سريع وتجاوبلك عليه أصبح متاح بشكل مجاني تماماً على Manus IM أنا بعتبره منافس قوة جنسفار KI والمنافسة دي في صالح المستخدم لأن كل يوم فيه جديد من الطرفين وفي الآخر المستخدم هو اللي بيستفيد أتمنى تكونوا استفادتم من فيديو النهاردة على قناة كل يوم موقع جديد بحاول أقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت بتنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت لو كنت من متابعينا الأعزاء ولو كنت بتشوفنا لأول مرة بتنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة